اشتركوا في القناة البث التلفزيوني في مملكة البحرين والذي شكل نقطة الانطلاق لمسيرة اعلامية حافلة بالانجازات المشرفة التي تعززت في ظل توجيهات ورؤى جلالته الحكيمة لدعم الحريات الاعلامية وترسيخ دور الاعلام الوطني في مختلف جوانب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادة جلالته المظفرة واكد وزير الاعلام ان ما تعيشه مملكة البحرين اليوم من تطور وتقدم في قطاع الاعلام هو انعكاس لرؤية جلالته الحكيمة في ترسيخ مناخ الحريات الاعلامية والصحافة الذي فتح المجال واسعا امام تعزيز حركة الابداع الفني والثقافي بشتى مجالاته ووضع المملكة في مكانة ريادية متقدمة على الخارطة الاعلامية العربية والدولية كما اكد وزير الاعلام ان تلفزيون البحرين قد شهدت تطورات العديدة في ظل عهد جلالته الزاهر التي جعلتهم واكبا لاحدث التقنيات المتطورة في مجال البث والانتاج كما عززت من حضوره الفاعل في متابعة مختلف الاحداث والفعاليات وتبيان المعلومات والحقائق وفق اعلى المعايير المهنية ليكون شاهدا على النهضة الحضارية المتقدمة للمملكة واشاد النعيم بدعم وتشجيع جلالته المستمر للكوادر الوطنية العاملة في مجال الاعلام وهو الحافز الاكبر الذي مكن الصرح الوطني من تحقيق التميز والريادة والنهوض برسالته السامية في خدمة الوطن وحفظ هويته وتاريخه وتراثه الثقافي والحضاري معاهدا جلالة الملك المعظم على مواصلة بذل الجهود من اجل تحقيق رؤى وتطلعات جلالته في تطوير الاعلام الوطني بما يمكنه من مارسة رسالته ودوره التنموي في خدمة الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر